هاي صبايا أنا سارة اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو عنا معلومات جدا مهمة حبيت ناقشها مع ضيفنا العزيز اليوم الأستاذ الدكتور زياد عيسى زايد وهو طبعا أخصائي في زيولوجيا الجهد البدني واللياقة البدنية أهلا وسهلا فيك دكتور زياد أهلا كوتش سارة سعيد جدا بهذه الاستضافة برحب فيكي وجميع متابعينك الكرام بداية دكتور زياد أنا حابة من حضرتك تشرح لنا النتائج اللي بتترتب عن مشاريب حرق دهون الجسم يلي طالع موضطة هاي الايام يعني تريندات بكل مكان منشوفة صرنا بالتيك توك باليوتيوب بالانستيجرام مشاريب أو خلطات بيطالعوا أشخاص معينين وبيتدعوا انه هاي الخلطات ممكن تساعد على حرق دهون الكرش بخمسة ايام هل فحلا ممكن يكون فيه هيك شي أوكي كوتش سارة بالنسبة للفات برنينج فعلا هو انتشر بشكل كبير جدا استخدامها تحت مسميات كتير زي الكرنتين وغيرها من المشروبات أو الخلطات اللي بيعملوها زي ما اتفضلت ليمون وقهوة وغيرها من هاي المشروبات حقيقة الموضوع انه ما فيه ولا اي بحث علمي ولا اي دراسة علمية تؤكد على انه استخدام الكرنتين او غيرها من المشروبات تؤدي الى استخدام الدهون كمصدر للطاقة او تؤدي الى حرق الدهون لانه في حقيقة الامر حتى نخسر دهون الجسم ما قدامه الا طريقتين فقط الطريقة الاولى انه نعمل عاجز في السعرات الحرارية يعني بمعنى انه كمية السعرات الحرارية اللي عم باخدها عن طريق الغذاء هتكون اقل من كمية السعرات الحرارية اللي بصرفها في اليوم سواء كان هدف النشاط الحركي او نشاط الاجهزة الحيوية او في هضم الطعام الطريقة التانية اللي هي اني ازيد مصروف الطاقة من خلال النشاط البدني اني امارس رياضة وأزيد معدل التمثيل الغذائي وأصرف سعرات حرارية أكثر هدولة طريقتين فقط الميكانيزم اللي يستطيع الجسم من خلالهم الذهاب إلى مصادر الدهون أو الشحوم تحت الجلد واستخدامه ما في أي طريقة تانية تحفز استهلاك الدهون لا كريمات لا مشروبات ولا أي شيء من هذا الكلام لم يثبت علميا لغاية الآن إمكانية استخدامه يعني مع الأسف هذا الشيء أنا برأيي بسبب إحباط للمعنويات عند الأشخاص فمما بتلاقيهم أنه استسهلوا طريق المشروبات اللي بتساعدهم على أساس أنه تسرع عملية حرق الدهون أو تحرق لهم دهون الكرش بدون ما يعملوا أي تمارين فبتلاقيهم بيتبعوا هذا الطريق ما بيلاقوا نتيجة فبيتركوا أصلا بيتركوا تمارين وبيتركوا حمية وبيتركوا مشروب وبيصير عندهم حجم الكرش مضاعف بهيك حالات الشغلة الثانية الدكتور زياد حابة أسأل عنا كمان نحن في عنا أشخاص بيشربوا مشروب حتى أنه يصير عندهم طاقة أكتر قبل التمرين شو رأيك بهذا الموضوع؟ صحيح عادة يعني الشباب والبنات الروحة للجيم بيأخذوا الكرياتين نحن بناخذ هذا الكرياتين عشان نسرع عملية إعادة بناء الطاقة وبالتالي هو معروف عنه أنه هو منتج للطاقة بعطيني باور أو طاقة في التمرين وهذا صحيح ولكن هذا صحيح إذا كان الجسم ما عنده كميات كافية أو الجسم ما بنتج هذا الكرياتين بكميات كافية وهذا ما بحصل عند الهي بيرفورمانس لاعبين مستويات العليا لاعب الرفع الأثقال لما يتدرب على شدة 100% ويتدرب ساعتين ثلاث السباحين تبعون الدراجات اللي بتمرنوا في اليوم 4 ساعات أو 5 ساعات هاي انتنسيتي هذا محتاج أنه ياخد كرياتين الشخص العادي اللي بروح على الجيم عشان يلعب فتنس فور هيلث أبدا هو مش محتاج ياخد أي كرياتين بالضبط طيب نحن سمعنا كمان أنه القهوة قبل التمرين بتساعد على أنه يصير في عنا طاقة صحيح وهذا الموضوع موجود الكافيين مهم جدا بأنه بيعمل شغلتين بالجسم الشغلة الأولى أنه هو بيحفزنا الجهاز العصبي بزيد تركيزنا وبيزيد الإشارات والسيالات العصبية والإشي التاني أنه فيه دراسات عم تحكي أنه ممكن يحفز انتشار الدهون في الدم عشان لاحقا أستخدمهم كمصدر للطاقة ولكن الشركات التجارية أخذت هذه المعلومات الصغيرة وبدأت تعمل منتجات كفائين على أساس أنها تحرق الدهون وهذا أبدا مش صحيح لأنه عملية تحفيزها لانتشار الدهون في الدم عملية محدودة جدا يعني قد لا تؤثر على كمية الدهون موجودة في الجسم وقد لا تساهم أصلا في حرق الدهون ولكن دائما ننصح بأنه ناخد كمية معتدلة من الكفائين في نجان قهوة أمريكية أو تركية قبل التمرين بحوالي 30 دقيقة لتنشيط الجهاز العصبي ولكن كمان برضو لازم ننتبه أنه فيه كثير من الأشخاص بياخد كميات عالية من الكفائين وهذا حيكون إيلو سايد إفكت لأنه زي ما احنا عارفين الكفائين حيعمل لي إدرار للبول حيخلي لي فيه خلل في توازن الماء داخل الجسم بالإضافة إلى أنه حيرفع لي عدد ضربات القلب نظبوط وهذا رح يتنافى مع الفكرة لما نروح نتمرن لما يكون عند الهارد ريت عالي أصلا وندخل على التمرين رح يمل لي عدم انتظام في دقات القلب اللي حشتغل عليها أثناء التمرين طيب دكتور زياد هلا بدي رأيك بالمكملات الغذائية كشخص بيقوم بالتمارين الرياضية بشكل يومي أو شخص ما بيتمرن لكن ممكن يعمل عمل مكتبي على سبيل المثال شو هي المكملات الغذائية اللي ينصح بتناول هذول النوعين من الأشخاص؟ طيب كوش سارة أول شي خلينا نتفعي أنه السابليمنت أو المكملات الغذائية هي ممتجات آمنة وهذا من تصنيف الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء وما ترى فيه في كل الدول العالم المكملات الغذائية ليس كما يعتقد البعض أنها منشطات أبداً فيه فرق كبير بين السابليمنت والدوبينك المكملات الغذائية تؤخذ من كبار السن للمرأة الحامل من الأطفال كل فئات المجتمع ولكن هنا دائماً بنقول لابد أن يكون فيه استشارة للطبيب إذا بغطوا احتياجاتهم من الغذاء فهذا ممتاز جداً إذا لم أستطع غطي احتياجي من العناصر الغذائية من الغذاء فأنا لازم أخذ هذا عن طريق السابليمنت لكي تسميها مكملات غذائية لكي تكمل الغذاء نصل لنقطة جداً جداً وجداً مهمة وأنا الصراحة كثير من بناتي بحاول أشرح لهم إياها وإقنعهم فيها لكن يعني فيه إهمال لهذا الموضوع لما البنت بدأ تشتغل على عضلة معينة أو مثلا تكبر عضلة معينة أو حتى تشد التراهولات على سبيل المثال فتلاقيها بتعمل الرياضة بقناعتها أنه هاي التمارين هي اللي راح تشد لكن الشي اللي بتعمله غلط بعد التمرين أنه بتهمل تناول البروتين الكافي سو بدنا ياك دكتور زياد تشرح لنا عن أهمية البروتين بهذا الموضوع وكيف تتناول البروتين سواء قبل التمرين أو بعد التمرين وشو الكمية مثل ما تفضلت أنه الكمية المناسبة إذا كانت هي بتشتغل بوزن الجسم تمارينها بوزن الجسم أو لا في عندها مثلا تحمل أسقال أو تشتغل بالأوزان تمام كوتش سالة طيب هو فعلا موضوع البروتين موضوع مهم جدا خلينا نوضح في البداية النقطة مهمة جدا الناس بعتقدوا أنه أنا لازم أخذ بروتين بس إذا بلعب هايبر ثروفي أو ضخام عضلي يعني إذا أنا بدأ أكبر عضلاتي لازم أخذ بروتين طب إذا ما بدأ أكبر عضلاتي طب إذا ما بلعب رياضة بالعكس جماعة البروتين هو مهم لكل أفراد المجتمع صغارا كبارا رجالا نساء لأنه البروتين هو مسؤول عن بناء وتجديد الخلايا في الجسم ومش بس هيك إليه علاقة بالأطافر إليه علاقة بالشعر إليه علاقة بالبشرة إليه علاقة بكثير مواد وظائف أساسية في الجسم الآن إحنا كم نحتاج بروتين في اليوم؟ وهل بختلف الإحتياج من شخص لشخص أكيد الناس العاديين البالغين تقريبا بيحتاجوا 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم فإذا كان شخص أو فتاة وزنها 60 كيلو فهي محتاجة تقريبا 60 جرام من البروتين في اليوم الآن بيبدأ هذا الإحتياج من البروتين يزيد مع ممارستنا النشاط البدني وحسبنا طبيعة النشاط البدني إذا كان عم نتمرن بوزن الجسم عم نلعب أنشطة الحاملية عم نعمل كارديو بنحضر حصص جماعية أيضا محتاجين حتى لو ما لقنا حديد محتاجين يزيد عنا البروتين وممكن يوصل له حوالي 1.5 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم الآن إذا أنا بلعب بهدف ضخامة عضلية بدي هاي العضلات تكبر بدي الشكل تبع المسل زي تغير يصير في عندي هايبرتروفي أنا محتاج تقريبا بوصل إلى حوالي 2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم طيب أكتر من هيك المبالغة بالضبط هاي لسه اللي عم بحكيها لازم ننبه أنه الناس اللي بقول لك خد قد ما بدك بروتين في الآخر إذا ما نفعك ما هيضرك وهاي مقولة خطيرة جدا وغير علمية بالضبط لأنه الزيادة في كميات البروتين رح تستغرب وإيش بيصير أول إشي أنا بضع عبء إضافي على الكليتين وهدول الناس اللي بيأخدوا كميات بروتين عالية عادة بعد فترة 6 شهور أو سنة ممكن يتعرضوا إلى الفشل الكلوي وهذا موضوع خطير جدا الزبط الثاني إنه الجسم هياخد احتياجه من البروتين فقط هيك الجسم برمج تبعنا بيأخد احتياجه من الدهون من الكار كل إشي بيأخد احتياجه منه فقط والباقي إما يخزن وإما يضع عبء على الجسم فالبروتينات الزيادة لما نأخذ أكثر من احتياجه الجسم هيطلع جزء منها أكرمكم الله مع البول هيتخلص منه الجسم وفيه جزء بسيط ما هيقدر يطلعه الجسم للأسف هيتحول هذا البروتين لشحوم تحت الجلد ونحن نكون بنزيد في الدهون بدل ما نحصن من الجسم فعلا المعلومات كانت جدا مفيدة ومهمة لكل صبية دكتور زياد نحن نتشكرك كتير وإن شاء الله نستقبلك بحلقات أكتر نحكي عن معلومات أكتر وكمان عزيزاتي بصندوق الوصف فيكم تشوفوا رابط قناة الدكتور زياد عنده قناة في اليوتيوب يحكي فيها معلومات كتير مهمة عن التمارين الرياضية وعن مصادر الطاقة رابط قناة الدكتور زياد تحت بصندوق الوصف شكرا لك كوتش سارا وأكرر شكري لك على الاستضافة والشكر طبعا لجميع متابعينك ولي قناتك على اليوتيوب تسلام شكرا كتير عزيزاتي هذا كان كل شيء لليوم إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنت مشاهدة جديدة أحبكم كتير شوفكم بعدين باي